قال خلاص كيف فقال الطالب بكل براءة بساطة للطلاب قال الأستاذ شوفونا عقل وقالها قلت هل الجزء ليس عاقب هينزين كالأزي الطلاب صغير ايه كالأزي ايه 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 ويضع أقول عليه فشاهد أن أنا عشان نذر عنه وقت أقول والله يا أخوانوا بالله وتالله أن هذه الأركانة اليمنى الستة مهمة جدا بحث الاسبع سلام عيويا تؤمن بالله واليوم الآخر أول أيام الآخر أوشي ما قالوا اللساء على قبر كان عثمان وأوقف عشان الكاميرا إذا وقف على القبر يبكي فاستغربوا قالوا يا ميرونين تذكر الجنة والنار ولا تبكي ويذكر القبر تبكي قال نعم القبر أول من منزل منازل الأخير فأني يكو خيرة فما بعده ايش خيرة وأن يكو شرة فبعده شرة ثم أنشده يقول البيت المشهول عثمان عثمان وإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فلا أخالك بعد ناجيا وذلك يعني كمان الحديثة أن الصدقة هل تنفع الميت والنعم تنفع الميت أردت كيف والله منور على هالقبور قبورها بالدعاء وأعظم أمل هو الدعاء وهذا يجمع أهل العلم أن الدعاء يعني هو العمل المشروع تدعو الميت أردت كيف اللي يعني ينفع في قبره والصدقة الجارية اللي هي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مثلات لكن حال الصدقة فقط هي تنولي لا أقول كل العمل الصالح أردت كيف إن شاء الله يعني كلها لكن أبذكرك لا تذكرش ما شاء الله عليه تذكر والقبر أول منازل آخرة أما كان من أهل الجنة فهو يرى مكان ويقول يا ربي أقيم الساعة أقيم الساعة نعم أما الكافر وليس المؤمن العاصي شوفوا ترى إخوان بعض الناس يخلط يروح للمسلم العاصي لا الكافر هنا الواضح وليس المسلم العاصي وليس المسلم العاصي أردت كيف الكافر يرى مكانه من النار يقول ربي لا تقيم الساعة ربي لا تقيم الساعة أما المسلم العاصي فقد يكفر له في وقت وفاته يكفر عنه استكرارة الموت قاد أحيانا في عذاب القبر مثلا قاد يناله شيء ويكفر عنه في القبر أردت كيف قاد ما يكفر عنه في القبر قد يكفر عنه حول البعث والنشور فيكفر عنه قد لا يكفر عن هذا فيكفر عنه في يوم الحساب قد لا يكفر عنه في هذا قد تنال الشفاعة من الشفاعات قد لا يكفر عنه من أحب الشفاعات تنال الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يكفر عن هذا فيغفر الله الله لا يسأل عن ما يفعله وهم يسألون فيغفر الله الله فالمسلم تحت رحمة الله لا يظن أنه في القبل المسلم تحت رحمة الله مهما فعل مدام أنه يشهد إليه الله وأنه محمد رسول الله ويصلي الصلاة الخمس فهو مؤمن يعني بالأركاء الإسلام فهو تحت رحمة الله مهما كان فعله والنور ذكرني الآن عندما جعله سلم البقيع ودعا لهم ودعا فالصحابي قالوا يا رسول الله ما تسمع قال إن الله جاعل من صلاتي صلاتي يعني دعاي على القبر نورا نورا يجي تعيد القبر عند الميت والعودين الشسمة أي حديث النميمة الذي لا يستطر من البو اللي هو الغصنين من النخل أيوه عندما وضعها برد عليهم أنا بس أبو أضيف على ليش من سؤال ست نحن نحن كشباب نحب نخل بيوت هذه أنت كشباب